مرحبا برج الحمل أهلاً فيك في قراتك العام طالع من فترة أن تحس فيها أن ما عندك خيارات، ما عندك حلول، فقدت الأمل وأيضاً كأن ما ليس لك يد تستطيع أن تغير فيها الواقع إلى واقع تحلم فيه على المستوى المادي ما هي طاقة المستقبل؟ النجمة تحقيق الأمنية ولكن النجمة هني قاعدة تقولي أن عندك أمنية واحدة ما تستطيع أن تركز جهودك وأفكارك في أكثر من مجال أو على أكثر من شيء في نفس الوقت لازم تحط هدف واحد خلال شهر يونيو أمام عينك الطاقة اللي راح تحتاجها ستة الأغصان هي طاقة أن ما نخاف أن نكون محاطين بالناس، أن نتفاعل مع الناس، أن نحتك فيهم، أن حتى نتقرب منهم، أو نكون إحنا نطلع في أعين الناس بشكل أكبر يعني ما نخاف مثلاً إذا نجحنا أن نكون بارزين أمام المجتمع ما نخاف أن نطلع مثلاً في وسائل التواصل الاجتماعي وأن نعرق منتجاتنا وأن نعبر عن أفكارنا هذا النوع من الطاقة وما هي النتيجة؟ النتيجة خلال هذا الشهر أو خلا نقول النتيجة المحتملة الخماسي الأول طاقة جداً جميلة عزيزي برج الحمل أنت مريت بمرحلة التغيير مرحلة كنت فاقت فيها ما هي أهدافك؟ كنت مشتت شوية فيها عن ما هي أهدافك الحقيقية؟ وين تريد أن توصل في الحياة؟ وين تريد تروح؟ وما هي أهدافك؟ وكنت هنا أيضاً كأنما لأن جمهة ثمانية السيوف مش عارف كيف تصل إلى الأمور اللي أنت أو الأهداف اللي حطيتها أمامك سواء كنت احتمال أن ترغب في تغيير وظيفتك في وظيفة أفضل أن تحقق لنفسك مشروع صغير يحصل لك على دخل إضافي تحصل على ترقية مهما كان أو حتى في الدراسة مهما كان أنت هني هدفك في الحياة العملية كنت في الماضي كأنما عينك بصيرة ويدك قصيرة مش عارف أمامك الهدف ولكن مش عارف شلون رح توصل له رح تدي أوضح أيضاً الكرتات أول شي توضح كرت الموت نعم في أمنية هني أمنية أنت في السابق ما كنت مستعد أن تواجهها لما يحدث الموت خلاص نكون إحنا رجعنا أو تحولنا مرينا في التغيير انتهينا من مرحلة الخوف اللي كانت تمنعنا أن حتى نعبر أو نخبر لأخرين أو حتى نختار نختار حياتنا القادمة كنت دائماً تفكر أو لحد الآن احتمال لحد هذه اللحظة أنت تفكر أنه ما لك يد وما تستطيع تغيير وقعك وقعك إلا مش عاجبك أن تعيش فيه تترى يقول لك أنت بدون حتى أن تعي أنت خلاص مريت في التغيير أنت مريت بالمرحلة المؤلمة اللي لازم تواجه فيها نفسك تواجه فيها أن ما ينفع أضل داري أو أخبي أهدافي القدمة في الحياة أو رغباتي وين أبي أروح في أي دولة أريد أن أعمل وين أريد أن أسافر وأفتح مشروع مهما كان احتمال حتى ترغب في تغيير تخصصك تغيير مجال عملك دراستك كل التغييرات حدثت وإنت مش واعي لها إن فتحت أمامك الأبواب ولكن إنس لحد الآن أشوفك في طاقة الثمانية السيوف ما أدركت بشكل كامل إن الأبواب فتحت أمامك إن الفرص اللي أنت كنت مفكر إنها ممنوعة عنك وإن ما تقدر دائما برج الحمل من الأبراج اللي يفكر إن هذا هو الواقع الواقع سيء وأنا ما لي يد أو ما أقدر أن أغير فيه دائما نحس إن يده مكفوفة مثل هذا الكرد أوكي ولكن خلنا نشوف ونوضح ثمانية السيوف بالضبط ثلاثة الأخصان لأن أنت كأنه مهني في مرحلة انتظار ولكن احذر إن الانتظار ما يطول لدرجة أن تتوقع إنه خلاص اللي أنت الهدف اللي أنت حاطه في بالك ما رح يأتيك لما إحنا نطيل الانتظار بدون عمل بدون اجتهاد بدون جهود من جانبنا إحنا نتوقع إن الأمنية المال النجاح الشراكة رح تقع في حضرنا بين يوم وليلة نعم أنت قمت بالجهود اللازمة ولكن هل فعلا لحد الآن عندك أمل أو إن فقدت الأمل في موضوع معين خلا نشوف النجمة تحقيق الأمنية بالضبط أنت هني أشوفك مثل ما قلت لك فقدت الأمل في موضوع معين وإن كان لحد الآن يشغل بالك مشروع ممكن يكون أي شيء أنت لحد الآن قاعد تحوم بانتظاره وإن كنت تمثل هنا طاقة التمثيل تمثل على الناس أني أنا خلاص نسيت الفكرة اللي اللي فكرت فيها واللي كلمتكم عنها قبل سنتين قبل ثلاثة شهور ثلاثة شهور عندنا رقم ثلاثة ثلاثة الأخصان نسيتها ما عادت في بالي ولكنها لحد الآن حاضرة ولكن محتاجة منك كأنه ما هني كرت النجمة وهو كرت برج الدلو محتاج أي الأمنية أن تسمعك وتنادي فيها محتاج أن تحصل يعني تبحث في نفسك عن آخر ذرة أمل النجمة هي الأمل آخر ذرة أمل لحد الآن موجودة بداخلك وآخر مثل ما نقول حرب أو اجتهاد في سبيل هذه الأمنية مهما كانت الأمنية ممكن تكون حد هنا أشوفها طاقة تحاول أن تذهب لتعمل في الخارج أو تدرس في الخارج في مجال الإبتعاف الأمنية نفسها ردت عرضت نفسها عليك انفتحت لك الأبواب البداية الجديدة اللي أنت كنت متوقعها واللي هني استسلمت عنها موجودة أمامك عزيزي برج الحمل محتاج أن أنت تركز النية هنا في النجمة دائما لما نشوف النجمة هو مش كارت يطلب مننا العمل أنت قمت بالعمل قمت بالجهود قمت بالإجتهاد محتاج في هاي الفترة أن تعمل على قانون الجد وقانون أن تركز نيتك أن أنا خلاص سويت اللي المفروض أسويه فهل مرة رح أقبل على هاي العمل على هاي الفرصة على هاي الهجرة حتى رح أقبل عليه وأنا متوقع النجاح وأنا متوقع الفوز وأنا متوقع الججمنت هو الحكم متوقع أن يتم قبولي ما يصير أن تتوجه نحو الأمنية اللي أنت تمناها والشيء اللي تبيه بتخاذل أو بيأس هنا مهم أن تتذكر قانون الجذب خلنا نوضح ستة الأخصان الامبراطورة بضبط لما شوف لك ستة الأخصان قلت لك ما تخاف أن تكون في أعين الناس وتحتفل مع الناس أو تبين للناس هي طاقة أيضا وضوحة والامبراطورة تحت هذا الكرت يقول لي يا برج الحمل أنت في حياتك عطيت الكثير قلت لك مرحلة الإجتهاد في هذا الموضوع بالذات أو الألم أو التعب أو أن أعمل على تقديم الطلبات ما في أي مشكلة في طلبك نفسه ما في أي مشكلة في الاستمارة ما في أي مشكلة في حتى المواصفات اللي قاعدة تنطبق عليك هنا والإشتراطات ما في مشكلة في الشي اللي أنت تمنى أن تحققها رسميا ما في أي مشكلة والحكم أيضا إلى جانبك ولكن محتاج أنك كأنما كل جهودك اللي قمت فيها في السابق كلها تطلب أن تساندك في الفترة القادمة إيشلون يعني لما أنا أعتبر نفسي أنه قمت بما فيه الكفاية وحان الوقت لأحصد الإمبراطورة هو كارت يبين لك كثرة العطاء أنت عطيت بما فيه الكفاية حان الوقت أن ترتاح وتحصد تنتظر وتقوم بأقل مستوى ممكن من الاجتهاد الفعلي الجسدي كل تركيزك في الفترة القادمة خلى على النية وتركيز الطاقة محتاج هذا النوع مش محتاج طاقة العمل نفسها والغصن الأول موضح بالشمس الشمس هو كارت النجاح كارت السفر كارت المرح وفوق الخماس الأول ما في أوضح من شذي عزيزي برج الحمل أعيد وكرر لك إذا عدت وكررت عليك فكرة معينة معناته أن مهم جدا أن تستوعب كل الجوانب اللي أقصد فيها أنت مريت بمرحلة خلاص اجتهت فيها وتعبت بما فيه الكفاية هذا اللي قاعدة أشوفه في الطاقة أشوف شخص من برج الحمل اجتهت كثيرا عطى كثيرا في حياته وجود كارت الأمبراطورة أنت عطيت كثيرا أسبغت حتى في العطاء أكثرت من العطاء حان الوقت أن تسمح للآخرين أن يعطونك حان الوقت أن تتكلم بثقة لما تتكلم بخصوص مشروعك تتكلم أنك راح تنجح وما تتكلم بأسلوب الخوف بأسلوب القلق بأسلوب اللي أحس أنه ما راح أنجح أحس أنه ما راح أحصل وظليت أنتظر كثير هنا طاقة الانتظار ظليت أنتظر والحين ما صار شي لازم تحس أنك تستحق هذا الشي لك الأحقية تعرف الناس اللي يقولون عندهم entitled يتصرفون أن لهم حق حتى في الأشياء اللي فعلا هم ما لهم حق فيها أنت لك حق في هذا الشي هذا الشي موجود وفتح أبوابه عشانك أنت اللي لازم إهني كليمة كليمة معناته أدخل إلى هذا المكان أدخل إلى هاي الفرصة أقدم طلبي ولكن ما أقدمها بيأس أو بخوف أو حتى بخجل أقدمها وأنا واثق وأحتك وأتكلم مع الناس أتكلم معهم عن جهودي أتكلم معهم خل الناس يفهمون جهودك لا تعيش في الظلام أو في طاقة الاستخباء في حياتك العملية تكلم مع الناس عن جهودك خلهم يفهمون ليش أنت تستحق هاي الفرصة خلهم يفهمون أن حان الوقت للحصاد مش للعمل أنت مقبل على فترة لازم فعلا تستوعب فيها ما الذي تستحقه وتطالب فيه هنا طاقة المطالبة طاقة التركيز على النية طاقة أن تفكر بقانون الجذب لما تفكر أنك تستحق هذا الشي هذا الشي رح يطرق بابك ولكن لما تفكر أنه ما رح يأتيك مهما حاولت رح تجذب اللي أنت تفكر فيه هذي حقيقة عند قانون الجذب رح ننظر الحين إلى الجانب العاطفي برج الحمل هذي رح تكون قراءتك الجانب العاطفي بغض النظر عن وضعك مع الشريك هذي القراءة رح تكون عامة وأتناسب وأتمنى أن تلاقي فيها ليتناسب مع وضعك مع الشريك برج الحمل الطاقة العاطفية طاقتك لشهر يونيو خمسة الأكواب طاقة الحزن على أوكي أنت مش أنت زعلان على نفسك هنا عندنا أيضا كارت العربة ولكن وجود العربة جنبها يبين لأنك مستعد أن تتعافى أو تتخلص من هاي الشعور أوكي كارت الأمنية دائما اللي نتمنى يأتي لنا عندما نحن نقول نستسلم لما نستسلم أن الشريك ما رح يعطينا أو خلاص نقول أننا رح ننضي قدما نشوف الشريك يطرق بابنا مرة ثانية ملك النار عندك شخص فقدت الأمل فيه رح يكون جدا قيادي جدا شجاع جدا رح يتغير في طاقته احتمال أن أشوف هنا عندنا كارت برج الدلو برج السرطان العربة أحس جدا هنا أتكلم مع برج حمل قاعد يتعامل مع شخص من برج مائي عقرب حوت وسرطان أنت هنا كأنما حزين على نفسك يا برج الحمل مش حزين على الشريك نفسه وإن كنت تفكر أنك حزين على الشريك أنت هنا أشوفك حزين على نفسك خلنا نشوف لماذا برج الحمل يحس بهذا الأحساس لأنك لا تستطيع التخلص من التفكير في هذا الشخص حاولت وبحثت عن كذا طريقة أن تنسى فيها وتكون أشجع وتكون أقوى تحاول هنا أن تغير أيضا طاقتك العاطفية عرفت وتبحث عن مكان جديد منطقة جديدة تزرع فيها بذورك لأن هذا الشريك كأنه ما سبب لك الكثير من الإحباط في الماضي النجمة ست الخماسيات عزيزي اللي تستحقه اللي ضاع منك اللي الشخص اللي ما قد ترك راجع خلال شهر يونيو أو ابتدى خلال شهر يونيو أن يكون مستعد أن يعطيك حقك هذا الملك وإن كان ملك شوية لأنه من برج ناري وإن كان شوية ملك شوية معتد بنفسه شخص مغرور ولكن يتأكد خلال شهر يونيو مستعد أن يعطيك ما تستحقه الحب والاعتراف هنا أشوف الاعتراف وإن كان شخص دائما يكابر اللي قاعد تتعامل معاه دائما يكابر ما يتكلم عن حقيقة مشاعر معاك ما يبين لك أهميتك في حياته هنا عندنا النجمة مرتين ما يبين لك أهميتك في حياته أو مكانتك في حياته لكن خلال هذا الشهر كأنما ستة الخماسيات هي طاقة قريبة من كرت العدالة رح تحصل على التوازن في الفترة القادمة على الاعتدال إذا أنت كنت دائما اللي تحاول أن تصلح العلاقة اتعدل وضعك مع شريكك تتفاهم معاه وهو صعب صعب المراس خلال شهر يونيو رح ان شاء الله بالضبط هنا يتكلم لك التارو عن الكارما الكارما بما معنى اللي تزرعها رح تحصدها يوم من الأيام وإن كنت حاليا يا برج الحمل زعلان على نفسك زعلان النكس لتمرت مع الشخص تحس هنا أنه لم يعرف قدرك على كثرة ما أنت بيينت له مشاعرك استعدادك وقفت معاه هنا أيضا أشوف برج حمل وقف مع شريكة أو حبيبة الكثير من الوقفات كانت لك وقفات مشرفة مع هاي الشخص وإن كان هذا هو المؤلم في الموضوع أنت أكثر حاجة من الشريك ماديا أو أنت ما بيقول لك أضعف أنت أكثر حاجة إلى الأمور اللي كنت تضحف فيها من أجل الشريك إذا كان يقول لك مثلا أنه هو مشغول يتعذر فأنت كنت مشغول أكثر ولكن توجد الوقت من أجله إذا كان مثلا يقول لك أن أهلي رافضين فكرة الزواج فأنت كنت تعاني من أهل أقصى وأعند من أهله حتى وضع وسري أسوأ وضع عدم تقبل أسوأ ولكنك إهني وجد لنفسك طريق قاعد تقول للشريك برغم كل المصاعب اللي واجهتها في طريق كرت العربة هو التسهيل المصاعب أنا أوجدت لنفسي وقت ووضع أقدر أكون فيه متواجد عشانك أنت هذا طبعا في الماضي إهني أشوفك كأنما حزند على نفسك لأن جهودك لم تثمر مع هذا الشخص هذا الشخص لم يقدر جهودك كان دائما نشوف إهني أهوى عند مستوى الملك نضوج الملك موارد الملك يقدر أنه هو اللي يغير الموضوع ولكن لحد الآن لم يحرك شعره أوكي شنو اللي تنتظرك خلال شهر يونيو شهر يونيو شهر رح ترجع فيه العدالة الإلهية أو الكارما إلى جانبك لأنه أنت زرعت بغض النظر سواء كنت بانتظار هذا الشخص فقط أن يعتذر بانتظار أن يرجع إلى حياتك بانتظار أن تحس عندك شوية نوع طاقة انتقامية بغض النظر ما هو الهدف اللي أنت حطه أو النية اللي حطها في قلبك تجاه هذا الشخص هذا الشريك العدالة رح تكون إلى جانبك الفرصة في يدك أنت اللي من حقك تستخدم هاي الطاقة وين تروح أوكي هنا عندنا العربة تحتها المشاغب قاعدة تبين لي أن أنت دائما كنت تستطيع تسخر الظروف عشان تتواجد من أجل هذا الشخص نزيل لأن هذا الشخص بالنسبة لك الأمنية الأمنية تحلم أن يوم من الأيام ترتبط فيه أو تكون معه شخص من برج ناري أسد وممكن أيضا حمل أو حتى قوس أو ممكن فقط تكون طاقة نارية وممكن أيضا تكون دلو مثل الأبراج اللي ذكرتها لك عندنا هنا أيضا كارت برج الجوزاء لكن هذا الشخص قلت لك كان قليل في العطاء معاك سواء عطاء الوقت عطاء الجهد كان ما يعطيك حقك خلال هذا الشهر هذا الشخص مستعد أن يرجع أو ابتدى يفكر أنه فعلا يرجع ابتدى يبحث عنك هنا عندنا الزاهد اللي يبحث عن النجمة أنت هنا فقدت الأمل ومضيت قدما أوكي ولو جزء منك ممكن لك على الأقل جزء منك مضى قدما على مستوى الروح انت تعبت من العطاء هذا الشخص رح ترجع معاه العدالة إلى جانبك أو هو اللي يصير يلحق وراك أو هو اللي يصير يبحث عنك أو هو اللي يصير يفكر كيف يعطيك الأشياء اللي قصر فيها في السابق معاك يريد أن يعوضك خلي نقول يريد أن يعوضك عن تصرفاته في السابق هذا الشخص أشوفه نضج يعني نضج حتى مو فقط معاك حتى مع نفسه ابتدى يواجه نفسه بحقيقة تصرفاته الطفولية في السابق أو تقصير على الأقل في العطاء انزين هنا يقول لك أربعة الأكواب تحت هستة الأكواب جهودك أشوفه هذا الشخص من الماضي جهودك اللي وضعتها معه لا تفكر أنه راح تروح عبثا أنت زرعت راح تحصد ولو كان مو مع هذا الشخص فإذن مع شخص ثاني لأنه هنا الكروت تبين لي أن الكارما هي إلى جانبك وليست إلى جانب الشريك وكعزيزي برج الحمل هذه هي قراءتك العاطفية راح نشوف ما هي الأخبار القادمة في طريقك خلال هذا الشهر سواء كنت تنتظر فحوصات تنتظر قبول هجرة نجاح في الامتحانات مهما كانت الأخبار اللي أنت بانتظارها بانتظار الشريك أنا يعيد يتواصل معاك خلنا نشوف ما هي الأخبار القادمة في طريقك برج الحمل الأخبار القادمة في طريقك أربعة السيوف الموضوع راح يأخذ وقت أكثر مما تتوقع ما راح تأتيك ما راح يأتيك الجواب خلال هذا الوقت لحد الآن هؤلاء الأشخاص أو هذا الشخص هذا الجهة لحد الآن قاعدين يقومون بتحليل طلبك أو تقييم طلبك حتى لحد الآن لم يتم صنع القرار أوكي فهنا يقول لك أنت المطلوب أنك الانتظار لا تحس بالإحباط لا تحس باليأس لا تحس أنه أنا سويت كل اللي عليه ليش لحد الآن ما أتاني جواب أنا ما قصرت مع هذا الشخص ليش لحد الآن ما اتصل فيني ما سأل عني ما وقف معاي لا أنا استثمرت في مشروع وايد ليش لحد الآن ما أتوني مثلا عملاء أو كستمر أو ليش لحد الآن ما حققت دخل ليش لحد الآن ما حصلت على وظيفة لأن هذا هو وقت الانتظار لحد الآن لم يتم يعني الوصول إلى طلبك شوف العدالة برج الحمل العدالة أوقات ممكن تكون لك وممكن تكون عليك هنا العدالة تقول لك لا تستعجل لأن اللي من حقك رح تاخذه لا تقول مثلا أن ليش فلان تقارن نفسك بالآخرين حققوا أو حصلوا على الموافقة أسرع منك تأكد أن وضعك أنت في ظروفك أنت اللي في مصلحتك رح يصير هنا تكلم لك أيضا عن إجراءات قانونية أنت لازم كأن ما هني أشوف برج حمل مستعجل لا يريد أن يقف في الطابور يريد أن يتم الموافقة أو الحكم في قضيته أو يسمع الأخبار بسرعة هنا يقول لك لا تستعجل موضوعك موجود ورح يأخذ دوره رح يأخذ حقه إذا أنت كنت مقصر في حق أحد وإذا كان في أحد ثاني هو اللي قصر أو أخطأ في حقك رح تأخذ حقك وزيادة أوكي فلا تفقد الأمل في النظام أو في العملية نفسها الصبر ثم الصبر رقم سبعة رقم الانتظار بالضبط المشاغب دائما برج الحمل من الأبراج اللي يتملل عندما أحد يطلب منه الانتظار سمى ضروسة أن أحد يقول لا انتظر خصوصا لما يكون هو فاقد الأمل في شيء أو على أعصابه ولكن عندما يسمع الأخبار اللي يتسره يتغير وجهه ويصير حبوب ويصير لطيف ويصير يمازح لآخرين وازن أنت طاقتك أيضا يا برج الحمل وآخر كرت عندنا العالم احتمال كبير رح تأتيك فرصة إذا كنت تبحث عن الدراسة في الخارج أو العمل والعيش في الخارج رح تأتيك الفرصة ولكن بعد فترة الكروت اللي في البداية تبين لنا أن اللي في بالك رح يصير بعد فترة فرصة الابتعاذ فرصة التخرج رح تأتيك وقادمة في الطريق ممكن شوية تأخذ وقت زيادة في أمور معينة لحد الآن مواد معينة ما نجحت فيها نعم ولكن لا تحس أن أحد ظلمك هناك كأنما الكروت تقول لك ما حد رح يظلمك وما حد رح يقصر في حقك كل اللي اجتهدت واللي أنت جنيت رح تحصل عليه الموضوع شوي رح يأخذ وقت عندك فرصة أيضا للسفر ولكن ما أشوفها في الأشهر القادمة أشوفها أبعد بعد ما تنجح بعد ما يتم الموافقة على طلبك بعد ما تأتيك الأخبار الطيبة اللي أنت بانتظارها نزين رح تكون متشجع أن على طول تحزم أغراضك تغير مثلا تذهب إلى الجامعة الجديدة تذهب إلى الدولة الجديدة أشوف هنا عندك انتقال وانتقال جدا جميل رح أشوفه هنا وأسوى معاكم فقرة جديدة اسمها فقرة من أو من الذي يجب أن تحذره خلال شهر يونيو ممكن يكون شخص ممكن يكون موقف خلنا نشوف طبعا هذا الكرت كان موجود أسفل الأوراق من البداية كانت الأوراق بهاي الشكل يتكلم عن سيد القوس والسهم إذا تتذكر يا برج الحمل من البداية في رسالتك العاطفية إلى الآن الأخبار التي تتوقعها كأنما هنا قلت لك مرحلة الجهود نفسها أن أنت تزرع أن أنت تعرق أن أنت تقدم طلبك أن تضع أوراقك وأمورك مع بعض هاي انتهيت منها عشرة هو رقم الانتهاء نهينا مرحلة معينة بنجاح المرحلة القادمة ما تفقد الأمل هذا هو السر لك هذا هو السر لك التحذير هنا هو من نفسك نفسك لا يصير لها سيطرة عليك طبيعة برج الحمل قلت لك إياها من البداية من الأبراج اللي بسرعة يفقد الأمل بسرعة يثأفأف لا يحب الانتظار أكثر الأبراج اللي تعايشت معها لا يحب الانتظار هذا المطلوب منك من أجل أن تصل إلى مراتك مو وقت أن تقوم بالمزيد من الجهود مو وقت أن تقوم بالمزيد من الطلبات أو التواصل مع هذين الأشخاص أو الجهات المعنية هذا هو وقت الانتظار النية يتكلمك عن الانتنشن عليك أن تكون دقيق ولكن في النية تذكر قانون الجذب اللي كلمتك فيه من البداية وخلنا نشوف من طاقة الحيوان ما هي الطاقة اللي راح تحتاجها من الكروت الحيوانية خلال شهر يونيو ضد الحمل الطاقة الحيوانية اللي راح يحتاجها The Beaver The Beaver The Beaver هو حيوان مائي ولكن لما أشوفه بهذه الطريقة أو سوري القندس هذا هو القندس حيوان مائي عن صورة ماء احتمال جدا من البداية قلت لك أنت تعامل أنت تعامل مع شخص برج مائي أو حاليا متوجه نحو الكثير من الطاقة المائية طاقة الحب طاقة اللي أنا آسف أنا مستعد أني أرجع أعتذر مستعد أني أعوذك عن اللي فات لا تفقد الأمل هذا الكروت لك أنت كنصيحة لا تفقد الأمل ال Beaver هو دائما حيوان متفاني ويركز على هدفه ما يتشتت دائما عنده هدف أولي يركز عليه كأنما النصيحة لك يا برج الحمل عندما تأتيك الأمور اللي أنت متوقعها من هذا الشخص من هذه الجهات المعنية تأتيك الفرصة وتدق عليك الباب خلك متفائل محتاج طاقة الماء لا تكون متشائم هنا عندنا الكثير من السوداوية في هذا الكرت لا تكون متشائم وأيضا ال Beaver دائما يتكلم عن حب أن يكون في مكان المريح لا تخاف من الانتقال احتمال أن الفرصة اللي أنت انتظرها رح تتطلب منك السفر الانتقال أن تذهب تعمل في مدينة مختلفة أن تنتقل مع الشريك إلى منزل جديد منطقة ثانية نعم هذا النوع من الطاقة لا تخاف من الانتقال لأن ال Beaver هو دائما حيوان يحب الحياة الأسرية ويحب أن يظل في منطقته ما تستحقه ما عملت من أجل قادم في طريقك إن شاء الله في شهر يونيو ولكن عليك أن تكون متفائل تركز نيتك مثل ما أخبرتك بقانون الجذب وأيضا ما تخاف من الانتقال عزيزي برج الحمل هذه كانت قراءتك في شهر يونيو ترجمة نانسي قنقر